عبر الهاتف من الخرطوم ينظم إلينا سيد حسين ملاسي الكاتب الصحفي سيد حسين ورحب بك أهلا وسهلا نعم إذن ماذا نتوقع اليوم من هذا الحوار أو المحادثات التي تجمع بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير كما هو معلن اليوم تستانف المفاوضات من حيث توقفت والمفاوضات كانت توقفت في النقطة الأخيرة واللي هي أهم نقطة عليها خلاف بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الخاصة بمجلس السيادة كما هو معلوم قوى الحرية والتغيير كانت في مجلس سيادة مدني بينما المجلس العسكري يرغب في مجلس سيادة عسكري أو مختلف بسيادة العسكريين أو بسلطة أكبر أو بنسبة أكبر للعسكريين مفاوضات اليوم ستخص أو ستكون مخصصة لهذا الأمر تحديدا لأنه باقي النقاط نقاط الخلاف تم الإتفاق عليها في المرات في جلسات المفاوضات السابقة واللي هي أهم نقطة فيها كان الفترة الانتقالية فقوى الحرية والتغيير كانت تطالب بأربع سنوات كفترة انتقالية تعقوبها انتخابات ميهابية بينما المجلس العسكري كان يريد لها أن تكون سنتين ثم اتفقوا على ثلاث سنوات كحل وصف أما التشكيل مجلس الوزراء من مدنيين ومجلس نيابي انتقالي من مدنيين فلم يكن عليه خلاف إلا في تحديد النسب تم تحديدها من المرة الماضية نعم سيد حسين اذا افهم من حديثك ربما ان اليوم من الممكن ان يكون اخر اجتماع او اخر محادثات تجمع بين الطرفين وتعتبر الازمة السودانية بذلك قد حلت اذا تم الاتفاق على تشكيل مجلس السيادة وعلى السلطة هو تم الاتفاق على سلطات مجلس السيادة ولكن المغضرة او الثلاث الاساسي التشكيل هل تكون الغلب فيه للعسكريين او المدنيين فاذا تم الاتفاق اليوم على هذه النقطة تكون جميع النقاط نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد انتهت نعم ولكن يعني ما الذي يدور فيه الاجواء السودانية في هذا الوقت عن هذه النقطة تحديدا يعني ما هي التوقعات ربما التي ستجمع بين الطرفين للأسور الى نقطة طلاقية التوقعات مختلفة على حسب اختلاف المتوقع يعني بعض السرافيين والسوار يسرون على ان تكون السيادة للمدنيين ولكن اتوقع ان المجلس العسكري سوف لن يتنازل عن السيادة واتوقع ان تكون السيادة في المجلس العسكري العسكريين مع تضرير قوى الحرية والتغيير لجماهيرها لان اختصاصات المجلس العسكري او مجلس السيادة ستكون اختصاصات شرفية وليس لمجلس السيادة سلطة فعلية فاتوقع ان تكون السيادة في المجلس السيادة للعسكريين والغلب للعسكريين وان يتم تبرير ذلك لجماهير قوى الحرية والتغيير بان اختصاصات المجلس السيادة اختصاصات شرفية وليست اختصاصات تنفيذية فعلية وعكذا يعني نعم ايضا في ذات النقطة كونك تحدثنا من الخرطوم سيد حسين كيف هي الاوضاع اذا في الخرطوم المتظاهرين ما هي اعدادهم الاوضاع الاوضاع هذه اجدا مقارنة بالايام الماضية عاد المتظاهرون الى او المعتصمون الى المكان المخصص للاعتصام او الذي كان مخصصا للاعتصام وهي المنطقة المواجهة للقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بعدها في الايام الماضية وكوسيلة من وسائل التصعيد والضغط على المجلس العسكري تمدد المعتصمون من اماكنهم الى اماكن اخرى واغلقوا بعض الشوارع الحيوية واقاموا عليها المتاريث ثم علق المجلس العسكري كما نعلم جميعا المفاوضات لمدة ثلاثة ايام في هذه الثلاثة ايام او قبل او عندما اعلن المجلس العسكري تعليق المفاوضات على طول قادة قوة الفرية والتغيير خاطبوا المعتصمين وطلبوا منهم التراجع الى اماكنهم فتراجعوا الاماكن المحددة للاعتصام ولكن للاسف بعد بين المجلس العسكري وقوة الفرية والتغيير ولشعورهم بان في الامر وصلت الصورة سيد حسين سيد حسين ملاسي الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهتفنا الخطوم شكرا جزيلا لك